الشركة لا تهدف إلى الربح، شركة راح تكون لها نصيب الأسد اتحاد الجمعيات والتحاد الجمعيات موجود، أعتقد اليوم ما يبي ربح كثر ما يبي خدمة أهل منطقة هذه الشركة اللي اعتمدت الآن خدمية لا ربحية، الشركة الكويتية لاستخدام العمالة المنزلية في حليتها الجديدة بعد موافقة اللجنة المالية البرلمانية اليوم على مقترح بقانون قدمه النائب كامل العبضي وتأييد نيابي كبير الغرض منها أن تكون العمالة أقل بكثير تكلفتها من ما هو حاصل الآن على 1200 و130 دينار ممكن تصل العمالة إلى 500 دينار وأقل ممكن 350 ممكن 40 ممكن يعتمد على البلد لا بد من إغرار هذا القانون وأنا من الناس الموقعين على هذا القانون بالاستعجال لأن للأسف لا يوجد من يحمي المواطنين رئيس لجنة الأولويات النائب يوسف الزلزلة أشار إلى أن قانون إنشاء الشركة الكويتية لاستخدام العمالة المنزلية سيكون له الأولوية في جلسة يوم الثلاثاء المقبل سبب موافقة المجلس على إنشاء مثل هذه الشركة وبالآن نتفق نختلف على من سيكون المساهمين فيها لكن لا بد من أن توجد شركة وجهها الحكومة تساهم فيها الحكومة تراقبها الحكومة تنفذ ما يجب أن تنفذه هي موجودة من ضمن الأولويات وإذا لم تناقش في الجلسة القادمة بلا شخص تناقش إما في الجلسة التي تليها أو قبل الجلسة الختام هناك توافق حكوم نيابي على أهمية وجود شركة تنظم استخدام العمالة المنزلية بشكل حضاري يختم المواطن بأسعار مناسبة رغم اعتراضات بعض أعضاء اللجنة الصحية معتبرين أنه لا جدوى من تأسيس الشركة والبديل الناجح قانون العمالة المنزلية